روي في توريا بيستقر بشكل كبير جدا على التشكيل اللي هيخوض بمباراة غنية في تصفيات كأس أمم أفريقيا بكرة إن شاء الله الأربع تشكيل هيكون كالتالي ده عايزين بس نأكد ده التشكيل المتوقع حرصة المرمة محمد شناوي خط الدفاع من اليمين للشمال محمد هاني محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم أحمد أبو الفتوح من اليمين للشمال يا جماعة الرجال بيصحون على إياد حال الخط الوسط مروان عطية محمود حمادة وأحمد سيد زيزو أما خط الهجوم هيكون على اليمين كابتن محمد صلاح وعلى الشمال عمر مرموش وفي رأس الحربة الاسترايكر بتاعنا هيكون مصطفى محمد إذن ده التشكيل المتوقع اللي هيخوض بيه روي فتوريا المباراة بكرة إن شاء الله طيب خلونا نروح بقى للحاجات اللي احنا بنحبها الأرقام أرقام البرتغالي روي فتوريا لمنتخب مصر روي فتوريا لعب مع منتخب مصر غاية دلوقتي خمس لقاءات بيفوز في الخمسة العلامة الكاملة لروي فتوريا خمسة من خمسة بيسجل أربعة عشر هدف في خمس مباراة نسبة تهديف عالية جدا بيدخل شبكنا أو بتستقبل شبكنا هدف وحيد في الخمس مباراة زي ما قلنا يعني بداية وشرة جدا لي روي فتوريا مع منتخب مصر نأمل ندعوه الله إن هي تستمر كده طيب خلونا نروح للأخبار الحصرية لبرنامج رقم عشرة ويه الخبر ده يعني أنا بقول عليه إن هو بتاع تلتة تباقي هالربعة تباقي في الرنج ده هقول لكم الخبر واسيب لكم إنتوا إيه يعني الحكم كان فيه أزمة نشبت ما بين مصر وما بين غينيا علشان إحنا زي ما قلنا إن المطش ده حيتلاعب مفروض على الملعب الغين تمام بس المطش نظرا لي إن الملاعب في غينيا غير معتمدة من الكاف فتم نقلها إلى مراكش في المغرب تمام يعني الملعب المفاتيح بتاعت الملعب مع مين؟ مع غينيا غينيا رفضت إن مصر تخش المنتخب المصري يخش يتمرن على أرض الملعب اللي حتتلاعب عليه المباراة ودي حاجة مهمة جدا وحاجة طبيعية جدا تمام؟ غينيا رفضت إن هي تسمح لي المنتخب المصري إن هو يخوض التمرين بتاعه على الملعب مسؤولي مصر بيكتفوا طبعا فقط بمعاينة الملعب المسؤولين قرروا إنهم في مصر تقديم شكوى للكاف ضد منتخب غينيا